اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن مزعجة عندي الصوت على طريق أنتقل هناك هذا أول حاجة الثاني حاجة الشيء المزعج جدا أنا بالنسبة لي شخص ما يمر يومي ثلاثة أيام لازم تطفي جهازي وشغله لازم وأنصح كل شخص تطفي جهازك وشغله على الأقل في الأسبوع مرة أو مرتين ترتب الجهاز الملفات جهازك لو فيه تعليق فيه أشياء ثانية تخف الحرارة كل شيء يغلل من بشيء بسيط أنك تطفي الجهاز وتشغله بس هنا في مشكلة هنا في أبل في العدلات لو أفتح العدلات عندي هنا ما في شيء sign with Apple يعني ما في شيء أنا ما أسجل دخولي يعني مثلا يجيك إشعار هنا يكون هنا شيء يقولك مثلا سجل حق Apple ID سجل حق Apple Bay سجل حق iCloud أنا ما عندي شيء كل شيء مسجل لكن إذا طفت الجهاز بدون ما أشوف معاك محيل وأطف الجهاز هي مشكلة في البيت الثالث كل مرة تواجهني بس أطف الجهاز وأرجع أشغل الجهاز يقول لي سجل لحق Apple ID وأرجع أسوي نفس الحركة نفس الحركة مثل ما نشوف إحنا لو بفتح هنا بسجل Apple ID حقك لو بسجل Apple ID حين مثل ما تشوفون خلاص إحنا كده سجل طيب لو بسويها مرة ثانية نفس الحركة نفس الحركة ترجع مثل ما نشوف أرجعت مرة ثانية لو بفتحها هنا بيقول لي سجل Apple ID حقك ما دريش تسالفها فهذه مشكلة في البيت الثالث لازم تحلها باللازم ما أتوقع أن البيت هذا جاهز بهالمشاكل اللي قلتها هنا وبرضو في بعض الأشخاص عندهم مشاكل في بلوتوث لشوفك على الجهاز يفصل الحالة أنا بالنسبة لي مواجهتني للمشكلة لكن 100% لو ينزل حق الكل الشخص أكثر راح يواجهون أنا المشكلة اللي واجهتني وبعض الأشخاص تكلموا عنها برضو التتش يعني عادي أفتح برنامج ويعلق كذا يعني مثلا شقل أي فيديو في اليوتيوب مثلا مشقل فيديو كذا شوي يعلق ما يشتغل لازم أطلع أسكر برنامج كامل وارجع فتح مرة ثانية عشان يرجع يشتغل هذي مشكلة برضو في البيت الثالث لازم أطلع تحلها قريبا المشاكل اللي لقلتها يعني تشفي عن النظام هذا ما ينزل الآن نظام هذا يبيل لك الدام برضو كبطرية ممتازة ما فيها أي شيء إلى الآن مستغرب من جوالي يعني أول جوال يعني ثلاث سنوات اللي راحت إلى الآن الهرث حقه 100% إلى الآن يعني ما تشريتها شهر 11 شهر 11 نزل الآيفون 12 برو ماكس وإلى الآن 100 السن راحت ذلوقت في الآيفون 11 برو ماكس نزلت تقريبا 5% كان 95% تقريبا فشي حلو معني شي الجريد ما دري ممكن المكسيف لأني أشحن أكثر شي جهاز يحن بالمكسيف برضو على طاري المكسيف إلى الآن بالمكسيف طبعا هذا موش مكسيف لكن المكسيف اللي حطيتها اللوغو ما يطلع لي بحركة المكسيف يطلع لي كأنك شحن بويرس عادي فأبضل إلى أن ما حلت هذه المشكلة كبطارية بطارية ممتازة عندي يعني عادي 7 ساعات سكرين أون تايم 6 ساعات سكرين أوف تايم ما دري مني نجبت 6 ساعات بس كأوفر أول يعني شلتها قريب 12 مثل ما نشوف الآن 10 وشوي شلو باقي في اليوم خلص يعني بالنسبة لي اليوم فنكفي وموفي والآن 18% باقي فيه الحمد لله بطارية عجبتني ممتازة شبكة لا التتش يعلق أحيانا بلوتوث بعض الأشخاص عندهم مشاكل أبل اي دي كل ما الطفل جاهز وتشغله يرجع لك زي كده يقولك دخل رقم السري الأبل اي دي حقك الهند اوف لحق أبل ميوزيك فيها مشاكل لازم نتدلها أولا فهذه الأشياء اللي أقول أبو الله لازم يبيلكم كده بيتا قدام أقل شي ثنتين ثلاث قدام طبعا اليوم أنا عندي السبت أنتوا بتشوفون هذا يوم الثلاثة إذا أبو الله في نفس الوقت هذا اللي تشوفون الفيديو نزلت بيتا جريد فهشي حلو قلبت مثلا البيتا أسبوعي ويدال ماهو كل أسبوعين إذا نزلت الأسبوع هذا بيتا أسبوع القادم مثلا بيتا اللي بعد يكون جاهز إذا ما نزلت شي لأسبوع هذا فننتظر إلى الأسبوع القادم البيتا كذا ما دري هل نهاية إبريل الأسبوع الأخير من مارج بداية إبريل غصدي يمكن تنزل هذه النسخة لحق الكل أما إذا قلبتها الأسبوعيا إذا أسبوع هذا نزلت لبيتا فأتوقع أن الأسبوع القادم أول لبعده تنزل نسخة هذه للكل ويكون فيه مؤتمر أبل إذا كنا متكلم عن مؤتمر أبل برضو توقع الأسبوع هذا تعالن عن مؤتمر إذا كان بتسويه صحيح يعني مثلا تعلن عن الأسبوع هذا لحق أسبوع اللي بعده أو أسبوع اللي بعده لحق أسبوع اللي بعده بعده مثلا أو أن ما تسوي كذا فاجأ أرف رش في الغنا نشوف قدام الأسبوعين الجايين هذا اللي بيحكم لنا إذا كان فيه شي من قبل ولا ما فيه جهاز جريد يعني ففي نهاية الفيديو لا تنسوا نشتراك في الغنا واشتراك في حسابي سنبتشار واشتراك في ضعواتكم وعمل لي كل مكتب ونشتراك في المكتب ولا تنسوا مضال دعاكم والسلام عليكم